اشتركوا في القناة فسيكون التحكم بقبائل التركمان المتفرقة أكثر سهولة وستتضح أمور أكثر أهمية حين تعود إلى قونيا أنت تثق بي حضرة الأمير إن شاء الله كم مشتكين إن شاء الله حسناً ماذا لو سمعت هايما كلام أرطغرل ولم تغضع لك لن أسمح بأن يحدث شيء كهذا أبداً جوندوكدو سيكون سيد الكاي قريباً ولا تنسى بأنه صهري وهل جوندوكدو سيتجاهل أمه ويطالب بالسيادة؟ هذا الرجل صاحب قرار صائب ويفعل أي شيء لمستقبل القبيلة ولم يدخل سباق السيادة أبداً فقط كي لا يفتعل المشاكل ويواجه إغوته وهذا شيء معروف لكن إن مات أرطغرل قريباً سيفتح له طريق السيادة سوف نرى إذن سوف نرى السيد جوندوكدو جاء حضرة الأمير فليتفضل سيد جوندوكدو أهلاً وسهلاً أهلاً بك حضرة الأمير تعال أجلس خيراً سيدي جوندوكدو لا شيء مهم سيد بموشتكين دمامل إن كنت تريد أطلب لك طبيباً من قونيا شكراً لك السيد جوندوكدو شجاع ولن توقفه دمامل كهذه شكراً لك سيدي عشر سنوات نخدم السلطان نرجو الله أن يديمه فوق رؤوسنا آمين 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 لكن منذ عشر سنوات ارتاح إلى هذه الدرجة تجارتنا في الأراضي المجاورة ومعرفة بأن هذه الأرض باتت في أيدي أمينة يسعدني بشكل لا يوصف من جهة الإمارة ومن جهة السيد جوندوكدو وتوتكين دولتنا ستكون ممتنة لجهودكم على الدوام شكراً لك حضرة الأمير شكراً لك حان الوقت لتشاركنا في بعض أسرار الدولة سيد جوندوكدو موسيقى 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 وقبائل الباندور والكارغين وكارائفليلار وباياتلار وكزيكلار وهناك المزيد من حدود الأيوبيين وحتى حدود جورجيا إنهم غارقون في الفوضى وأنت تعرف أن هذه الفوضى تضعف القبيلة ثم الدولة وتدمرونها حسناً ولكن سيدي سندع هذه القبائل تواجه بلاء المغول وحدها الأرواح التي تذهب بالتأكيد تحرق أرواحنا أيضاً لكن يجب أن يكون داخلنا وخارجنا متيناً ومحصناً كالقلعة تماماً كموشتكين يقول الصواب ليس بلاء المغول فقط بل للأيوبيين أيضاً فهم يشجعون قبائل التركمان هنا على العصيان السادة الذين ستطلب منهم أن يقفوا ويواجهوا المغول غداً قد يصبحون تهديداً قوياً لدولتنا من دون تردد من الضروري أن تتخذ الدولة احتياطاتها ليس كل القبائل كانت مثل الدودورغا والكاي صادقة معنا مع الأسف ليست كذلك ولهذا السبب أريد جمع قبائل التركمان في إمارة واحدة ولكن الكاي في إمارتنا هذه هي أهم من كل القبائل لأنها هي من ستجعل دولتنا أقوى لكن يجب أن يكون القائد هو من أقوى المحاربين الذين نثق بهم في القبيلتين أي في الدودورغا وفي الكاي ما أريد قوله أنه إن وقعت دولتنا في مشكلة ما نريد أن نرى سيد الكاي شامخاً على رأس محاربه معنا بإذن الله حضرة الأمير لا تشك بهذا الأمر السيدة هيما إمرأة شجاعة وتستطيع مواجهة سادة القبائل لكن هي في النهاية ليست سوى امرأة لقد فهمتني أليس كذلك سيد جوندوكدو سيد جوندوكدو المحاربون كالوحوش وإن لم يمسك سيد ما بلجام خيولهم فالخيول القوية لن تسك الطريق المستقيم مهما كانت مروضة بالتأكيد ما أريد قوله أمسك جيداً بمحاربي وأهالي الكاي دون تردد نحن نقدرك سيد جوندوكدو ولكن يجب أن تعلم أن الأمير سعد الدين وراءنا وسوف نكون معك شكراً لكم فكر بما سمعت وحين يأتي الوقت فستأخذ القرار الصائب اشتركوا في القناة